نروح مع حضراتكم لإعلان رئيس هيئة الرعاية الصحية دكتور أحمد السوبكي لرفع المستهدف من مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة لـ 300 ألف مواطن أكد دكتور السوبكي نجاح مبادرة رمضان بصحة لكل عيلة أنهم يقدروا يوصلوا لـ 40 ألف مواطن خلال 10 أيام من انطلاق المبادرة خلينا نعرف مع حضراتكم مزيد من التفاصيل عن المبادرة معنا على الهاتف دكتور نوها السنديدي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الأولية بالهيئة العامة لرعاية الصحية مساء الخير على حضرتك دكتور وحكي لنا عن العشرة أيام اللي فاتوا فيه المبادرة والوصول لـ 40 ألف مواطن وإيه اللي بتقدموا هذه المبادرة للمواطنين وإزاي هيتم العمل لرفع العدد ده لـ 300 ألف زي مصرح الدكتور أحمد السوبكي مساء الخير على حضرتك أهلا وسهلا أستاذ أهدي حقيقة العشرة أيام اللي فاتوا من رمضان المبادرة حققت نجاح كبير يعني زي محارك عرفة المبادرة دي الهيئة دايما بتعملها في شهر رمضان الكريم بنستهدف بيها الفئات الأولى بالرعاية من أهالينا من مرضى السكر والضغط اللي هم من غير القادرين على التوجه لمنشآت الرعاية الأولية أو المنشآت الصحية علشان يعني الظروفهم الصحية الخاصة أو كونهم من كبار السن أو زاوي الهمم أو الاحتياجات الخاصة الحقيقة المبادرة أو الحملة بتبقى تستهدف تقديم التوعية والثقافة الصحية لهم في المنازل هم والزاويهم سواء الكيفية العناية بيهم أو لكيفية الوقاية كمان لباقي أفراد العيلة والأسرة من الأمراض بالنسبة للمرضى نفسهم إحنا الحقيقة بنزل فرق طبية بتعمل لهم متابعة صحية كاملة وبتعمل إعادة تقييم للحالة الصحية بتاعتهم وفي حالة اكتشاف أي حالات حرجة معينة بيتم اتخاذ الإجراءات الصحية الفورية ممكن تحولهم من المستشفى فوريا أو نقلهم أو استدعاء فرق طبية بكفاءة أعلى أو حتى إجراء فون كونسولتيشن أو استدعاء طباء بمستويات معينة بحالة احتياج الحالة يعني الحقيقة كان قرار الدكتور السكي برفع المستهدف علشان التأثير الكبير اللي عملته الحملة في أول عشر تيام من رمضان والحقيقة النتائج العظيمة اللي حققتها والحالات اللي تم اكتشافها فالحقيقة هو طبعا سيد الدكتور رئيس الهيئة شاف إن احنا نوسع نطاق التخطية الصحية بالحملة ووجه بدعم سلاسل الإمداد والسابلاي تشين ووجه بزيادة الفرق الطبية الحقيقة زودنا عدد الفرق الطبية من 257 فريق إلى 480 فريق فست محافظات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتم تزويد الفرق بكل المستلزمات والاحتياجات والأجهزة المطلوبة وابتدينا فعلا العمل أو التنفيذ الفعلي على الأرض لتحقيق المستهدفات إن شاء الله مع نهاية شهر الرمضان أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور نوها السنديدي مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا